لماذا هناك أكوزتيف وداتيف؟ لماذا لا نكتفي بالنوميناتيف؟ ما هي هذه الكلمات بالأساس؟ الحالات العربية أحد أهم الأمور باللغة الألمانية من أساسيات اللغة ركز معي جيداً فبهذا الدرس أقوم بشرح كل شيء بتفاصيله ملاحظة مهمة هذا الدرس هو جزء من الكورس المتكامل لتعلم اللغة الألمانية من الصفر يمكنكم إيجاد هذا الكورس في أول صندوق الوصف وأسأضعه بالتعليقات هذا الكورس تم أعداده بشكل احترافي وهو خاص أي يجب عليك أن تدفع ثمنه وبالأساس سعر هذا الكورس هو 84 يورو لكن خلال الفترة الأولى للإعلان عن هذا الكورس قمت بعمل عرض خاص وهو الآن بأقل من 10 يورو لذلك إذا كان لديك أي اهتمام بمتابعة سلسلة الكورس الخاص يمكنك تفقد الروابط في صندوق الوصف والتنويه الآن تم تنزيل المستوى الأول وبالفترات القادمة سيتم تنزيل الكورسات الأخرى لباقية مستويات اللغة إذن بداية لدينا النوميناتيف الفاعل الأكوزتيف المفعول به أي الشخص أو الشيء الذي وقع عليه الفعل الداتيف أيضا مفعول به لكن احذر جيدا لأن الداتيف هو مستفيد من الفعل سنوضح كل ذلك خلال هذا الفيديو لنبدأ مباشرة بنوميناتيف داع نوميناتيف حالة الرفع باللغة الألمانية أو كما يطلقون عليها القطعة الأولى من أحجية اللغة الألمانية أي الحالات الإعرابية الأربعة بداية يجب أن تدرك بأن حالة النوميناتيف هي أهم حالة باللغة الألمانية حتى لو لم تكن أصعب الحالات لكنها بكل تأكيد الأهم الآن ستسألني لماذا هي مهمة؟ كل بساطة لأنها المتمثلة بالفاعل أي الشخص أو الشيء الذي قام بالفعل نسميه الفاعل باللغة العربية لكن هناك أمر مميز باللغة الألمانية لا يمكنك أن تقوم ببناء جملة بدون فاعل سواء كان كائن حي إنسان حيوان أي شيء لا يمكنك بناء جملة دون فاعل وفعليا أنت تستخدم النوميناتيف دائما حتى لو لم تكن تعرف اسمها وما يطلق عليها دعوني أوضح لكم الأمر ببعض الأمثلة لدينا مثال في هذه الجملة إيش أي أنا هو الفاعل أي هي حالة النوميناتيف مثال آخر الرجل لديه قطة Der Mann هي النوميناتيف مثال آخر Das Kind kauft ein Buch Das Kind kauft ein Buch Das Kind أي الطفل هي حالة النوميناتيف Das Kind kauft ein Buch الطفل يشتري كتابا ألا نركز معي لأن النوميناتيف هو الفاعل إذن عادة ما نجد النوميناتيف في بداية الجملة هذا أمر بديه جدا ومنطقي الآن ستسألني كيف سنميز بأنه نوميناتيف بكل بساطة أخبرتك مسبقا بالفعل أنك تستخدم النوميناتيف حتى لو لم تكن تعرف اسمه ما الذي يعني؟ دعونا نلقي نظر عن كثف للأمثلة السابقة قمنا باستخدام إيش إذن كل الضمائر التي قمنا بتعلمها هي الضمائر الشخصية بالحالة الأساسية أي بتصريف النوميناتيف لأن النوميناتيف هي الحالة الأساسية الأكثر استخدام والأمر لا يقتصر على الضمائر فقط بل إنما في أمور أخرى مثلا أدوات التعريف أو التنكير أو النفي كل ذلك يتم تصريفه بناء على الحالة الإعرابية لذلك يسمونها قطعة من الأحجيع لكن كل ما أريد منك معرفته الآن هو أساس الحالات العربية وهو النوميناتيف عليك الآن أن تركز وتقوم بحفظ الأساس أي الضمائر الشخصية أدوات التعريف الأمور التي أخذناها وسنأخذها بالمستقبل بحالة النوميناتيف وما تقدم المستويات سنقوم بشرح التفاصيل بشكل تدريجي لنلقي نظرة على أدوات التعريف والتنكير والنفي في حالة النوميناتيف ونطرح بعض الأمثلة للمذكر دع للمؤنث دي وللحيادي داس وفي حالة الجمع دي أدوات التنكير لدينا بالمذكر آين وبالمؤنث آين وبالحيادي آين بينما بحالة الجمع لا يوجد هناك أدى التنكير أي لنضع أي شيء بالنسبة للنفي نراحظ بأن أدوات النفي هي نفسها أدوات التنكير لكن بإضافة حرف K إذن كاين 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 وفي حالة الجمع هناك أدى التنكير وهي كاين كاين أمثلة بسيطة لتوضيح الأمور دع مان الرجل دع مان دي فغاو المرأة دي فغاو داس كند الطفل داس كند وفي حالة الجمع دي منا دي منا الرجال أو دي فغاون النساء دي فغاون دي كند الأطفال دي كند نلاحظ بأن الجمع لا يميز جنس نحوي أي أن أي شيء بحالة الجمع يأخذ دي سواء كان مذكر مؤنث أو حيادي وبالنسبة لأدوات التنكير والنفي نفس الشيء أين من أين فغاو أين كند كاين من كاين فغاو كاين كند تأكد من حفظ هذا الجدول بشكل متقن لأنه أساس من أساسيات اللغة الألمانية ستحتاج إليه كثيراً وستستخدمه بمستويات متقدمة هناك إضافات تضاف على الصفات في حالة وجود أدواتنا فيه إذن سأقوم بإعادة الكلعة ركز جيداً هناك أدوات تعريف وأدوات تنكير حسناً؟ حسناً عندما نستخدم أدوات التنكير ونضعها بالجملة نستخدمها بشكل طبيعي وشرحنا الفرق بين التعريف والتنكير عند استخدام أدوات التنكير إذا كان هناك صفة بالجملة نقوم بإضافة نهاية أداة التعريف على الصفة لنوضح الأمر بمثال الرجل صغير أو قصير إذا قمت بتنكير هذه الجملة أي استخدام أداة التنكير بدلاً من التعريف ستصبح الجملة هناك بعض الاختلافات بالجملة ليس كذلك؟ لكن الأهم هو كل ما تبقى من تغييرات بسيط جداً ستفهمه بسهولة لكن يجب أن تدرك الآن بأن أي صغير أو قصير أصبحت لماذا وضعنا حرفين A والR؟ بكل بساطة لأن من مذكر أي بأساس الجملة أخذ أداة التعريف دع دع ما هي نهايتها؟ الـ A والـ R إذن ستصبح هذا الأمر أساسي عليك حفظه دائماً في الصفات نقوم بإضافة نهاية أداة التعريف لنطرح بعض الأمثلة الأخرى لتوضيح المعلومة أكثر إذا قمنا بتنكير هذه الجملة أي استخدام أداة النكرة إذا نعرف من هي هذه الأمرأة سنقول ممتاز جداً نلاحظ إذن في حالة المؤنث نقوم بإضافة النهاية أ فروندلش بدلاً من فروندلش الأمر بسيط فقط حاول أن تقوم بفهمة الحقيبة رائعة إذا كان لديكم مشاكل بسرعة الفيديو أو سرعة نطقي للكلمات أو الجمل يمكنك تبطيء الفيديو وتسريعه كما أخبركم دائماً إذا أردنا تنكير هذه الجملة ستصبح ممتاز تأكد من إعادة تكرار الجمل وتسجيل هذه الملاحظة لديك في دفتر اللغة الآن لنتحدث عن الحالة الثانية من الحالات العربية باللغة الألمانية تعتبر أصعب قليلاً لكن هي أيضاً تستخدم بكثرة باللغة الألمانية لذلك ركز معي سأقوم بتبسيط الأمور بداية وبشكل أساسي لنلقي نظرة على تصريف أذوات التعريف والتنكير في حالة النوميناتيف والأكوزتيف كما أخبرتكم دعونا نقول بأن النوميناتيف هو أساس الحالات العربية وسنقوم بتصريف الأكوزتيف بناء على النوميناتيف إذن نلاحظ بأن التغيير فقط في حالة المذكر بدلاً من دع أصبحت دن وبدلاً من آين أصبحت آينين بكل بساطة هذا هو التغيير الذي يتم على أدوات التعريف في حالة الأكوزتي لنطرح بعض الأمثلة إيش زي دن هوند إيش زي دن هوند أنا أرى الكلب نلاحظ هنا دن هوند كما نعلم بأن هوند هو اسم مذكر أي يأخذ أدوات التعريف دع لكن لأننا نتعامل مع الأكوزتي أصبحت الديع دن دن وإذا كنت تواجه مشاكل بأدوات التعريف مع الأسماء أنصحك بالعودة ومتابعة الشرح وسأترك لكم بمصادر الكورس رابط موقع أدوات التعريف يمكنكم الاستفادة منه بينما إذا كان الاسم مؤنث أو حيادي فلن يتغير عليه أي شيء مثلاً إيش زي دي كاتسي كما نعلم دي كاتسي القطة مؤنثة أي تأخذ أدوات التعريف دي لذلك لم يتغير عليها أي شيء لأن التغيير فقط في حالة المذكر مثال آخر نلاحظ هنا لم تتغير لكل بساطة لأن باتي وأنثة نلاحظ هنا لماذا؟ لأن هند تعتبر مذكرة أي تأخذ ديع إذا نهيها في حالة النفي هند وأدات النفي للمذكر في حالة الأكوزاتي هي كاينين كاينين وشرحنا مسبقاً بأن التغييرات على أدوات التنكير والنفي بسيطة جداً فهي بنفس النهايات أي آينين تصبح كاينين وإذا كانت أداة النفي أو التنكير حيادية أو مؤنثة فلن يتغيير أي شيء مثلاً إيش زي كاين أوتو كاين أوتو لماذا كاين؟ لأن أوتو حيادية تأخذ أداة التعريف دس أي تأخذ أداة التنكير أي تأخذ أداة النفي كاين ماذا عن ضمار الملكية؟ قمنا بشرحها مسبقاً بالكورس المتكامل لتعلم اللغة الألمانية لكن إذا أردنا بشكل مخصص أن نتحدث عن التغييرات التي تأتي مع حالة الأكوزاتي بكل بساطة هو أن الحالة المذكرة يتم إضافة حرفين الأي والإن مثلاً داين تصبح داين زاين تصبح زاين إيا تصبح إيغن أنزا تصبح أنزغن بينما بقية الضمائر تبقى كما هي بدون أي تغيير أنا أحب زوجي نلاحظ هنا أي تأخذ أداة التعريف داع إنها مذكرة هنا نتحدث عن ضمار الملكية ماين لأن من مذكرة وقلنا مسبقاً بأن التغيير يتم على المذكرة فماين ستصبح ماين ماين وركز جيداً هذه المعلومات مهمة جداً وسيتم بناء العديد من الأمور عليها مستقبلاً مثال آخر اعتريكت ايغة تاشي اعتريكت ايغة تاشي نلاحظ كلمة تاشي تعتبر كلمة مؤنثة لذلك ايغة بقيت كما هي ولم يتم أي تغيير عليها مثال آخر نلاحظ بأن كلمة تعتبر حيادية اي لن يتم تغيير أي شيء بحالة العكوزاتيف نلاحظ بأن الأمر بسيط لكنه يحتوي على عدة أمور وركاز أساسية إذا استطعتم أن تقوموا بحفظها بشكل مستقل وبعد ذلك تقوموا بإعادة مشاهدة الفيديو والأمثلة سيتوضح كل شيء بشكل بسيط مثال آخر نحن نرى والدنا نلاحظ بأن فاتا مسكولين أي مذكر بما أن فاتا مذكر سيتم تغيير الضمير أي بدلا من تصبح لماذا؟ لأنه أكوزاتيف الآن ستسألني ماذا عن الضمار الشخصية هل تتغير؟ نعم بالطبع تتغير أي أن الضمار الشخصية تتغير بحالة الأكوزاتيف والآن سأقوم بشرح ذلك لكن قبل البدء سأوضح لكم أمرا مهمة جدا باللغة العربية إذا أردت أن تقول أنا أحبك هل ستقول أنا أحب أنت أم ستقول أنا أحبك نلاحظ الاختلاف هذا هو بالضبط الاختلاف الذي يتم بحالة الأكوزاتيف أي نحن لا نقول إح لبي دو بل نقول إح لبي ديش نلاحظ ديش لأن الديش هو تصريف دو في حالة الأكوزاتيف أفهمتم الأمر بسيط جدا الآن لنقوم بتصريف جميع الضمار الشخصية لحالة الأكوزاتيف إح مش دو ديش إع إين زي زي إس إس نلاحظ هنا معلومة مهمة جدا بأن الإع التي تتمثل بهو للمذكر تم تغيرها لإين بينما زي وإس أي للمؤنث بالحيادي لن يتم أي تغير عليها أي باقيات كما هي بحالة الأكوزاتيف وليأثبت لكم بأن اللغة الألمانية لغة منظمة جدا تلاحظ حرف الأن إين إنه نفس الحرف في دين أو آينين أو حتى كاينين أي أن تغيير بحالة الأكوزاتيف هو نفسه على كل شيء مذكر الجمع عليك حفظه بكل بساطة ذي تصبح أونس إيا تصبح أوي بينما زيهم تبقى كما هي زي وزي صيغة الاحترام تبقى كما هي صحك أن تقوم بحفظهم بشكل جيد وأفضل شيء هو الممارس حل العديد من الأمثلة والأمثلة هذا الأمر سيساعدك بشكل كبير على التمكن منهم الآن كالعادة لتوضيح الأمور لنطرح بعض الأمثلة غوف مش أن اتصل بي غوف مش أن أي بكل بساطة لا تستطيع أن تقول غوف إيش أن اتصل أنا بي بل ستقول اتصل بي غوف مش أن بعدما فهمت كل التغييرات التي تتم على الأكوزتيف الآن يتراود لذهنك سؤال مهم متى نستخدم الأكوزتيف؟ ولماذا؟ تمحل قليلا سأجيبك على ذلك الأكوزتيف هو المفعول به بلغتنا العربية أو بشكل أضاق المفعول به بشكل مباشر أي أنه الشيء الذي تأثر مباشرة من أساس الفاعل أو من النومينتيف بصورة أضاق الآن سأوضح لك الأمر بكل بساطة بالمثال التالي إيش إس أين أبفل إيش إس أين أبفل أنا أأكل تفاحة أنا هو الفاعل إذن أنا نومينتيف إس هو الفعل فعل إسن تم تصرفه بناء على الإيش أين أبفل أين هو المفعول به؟ أحسن ده التفاحة بكل بساطة ما الذي أأكله؟ ما هو الشيء الذي تأثر بشكل مباشر من قيامي بعملتي الأكل؟ هي التفاحة إذن التفاحة هي المفعول به بناء على أداة التعريف للمفعول به ده أبفل التغييرات التي شرحناها منذ قليل أي أن أداة التنكيل للتفاحة لا يمكن أن تبقى أين يجب أن تصبح أين لأن تفاحة هي الأوكوزة مثال آخر إيش 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 Tay 5 أين الفاعل؟ الفاعل هو إيش 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 الضمير بكل بساطة والفعل هو ثعت نعم نعم أحسنتم إذن لن يتم أي تغيير إذن بهذه الحالة هو المفعول به هي الأكوزاتيف هناك أمر مهم ويتواجد بمعظم الكتب القواعدية بشرح الحالات العربية وهو أن كل حالة العربية لديها أدوات سؤال خاصة بها وبحالة الأكوزاتيف الأدوات هي ما هي الفائدة من هذه الأدوات سأوضح لكم الأمر بمثال أنا أتصل بصديقي نلاحظ هنا من هو الفاعل؟ أنا إش فعل غوفن تم تصرف بيناعا على الضمير إش هناك هي الأكوزاتيف لاستخدام أسئلة الأكوزاتيف سنسأل أي بجملتنا هذه بمن أتصل أنا؟ إذن بكل بساطة يجب أن يتم الإجابة بسؤال إذا كانت هذه الجملة بحالة الأكوزاتيف تستخدم هذه الأسئلة بكل بساطة للتأكد من أنك قد فهنت الجملة بشكل صحيح وأنها فعلا بحالة الأكوزاتيف وهذه الأسئلة متواجدة أيضا بالحالات العربية الأخرى سنقوم بشرح ذلك عند الوصول إليه مثال آخر إيش هاب أين كافي جكافت إيش هاب أين كافي جكافت أين الأكوزاتيف لنفترض بأنني لم أستطع تميز ومعرفة الأكوزاتيف لنستخدم الأسئلة الجملة تقول بأنني اشتريت القهوة إذن ماذا اشتريت أنا؟ بكل بساطة نلاحظ آين كافي هي إجابة سؤالي إذن آين كافي هي الأكوزاتيف أتوضح لكم الأمر؟ هناك أمر آخر وجوهري ودائما ما يحبه متعليم اللغة الألمانية وهو أن هناك عدة أفعال تأتي وعندما تأتي تستطيع التمييز أي أن إذا أتت هذه الأفعال ستعرف أنك تتعامل مع الأكوزاتيف أو الداتيف التي سنقوم بشرح بعض قليل ولحسن حظك هناك عدد كبير من الأفعال التي تأتي مع الأكوزاتيف وسأترك لكم ملخص المصادر للأفعال التي تأتي مع الأكوزاتيف في خانة المصادر الموجودة عند الدخول للكورس أسفل الدرس مباشرة لنأخذ بعض الأمثلة إسن يأكل إسن مثلا بكل بساطة استطعنا أن نستخدم بمجرد رؤيتنا لفعل إسن أي أن فعل إسن فعل يأتي مع الأكوزاتيف لذلك مباشرة ما هي أداة التعريف لكوخن؟ مذكرة؟ حسنا إذا مباشرة نضع أن تتصل أيضا يأتي مع الأكوزاتيف مثلا أنا أتصل في دكتوري أو الدكتور الخاص بي بمجرد رؤية أي فعل أن وغوفن سنقوم بشرح هذه التفاصيل تفاصيل الأفعال لاحقا لكن ركز غوفة إذن أكوزاتيف مباشرة دون تفكير كما أخبرتكم للإطلاع على القائمة كاملة يمكنكم تفقد المصادر في الكوس ماذا عن حروف النصب والجر؟ نعم هناك أمر آخر يؤثر بشكل مباشر على الحالات الإعرابية هناك بعض الحروف عندما تأتي بالجمال يمكنك أن تميز لأن هذه الجملة تأثرت بحالة الأكوزاتيف أو الداتيف بالنسبة لحالة الأكوزاتيف فالحروف هي هذه الحروف إذا وجدتها مباشرة ستقوم بإجراء التغييرات على الجملة بناء على حالة الأكوزاتيف قمنا بشرح جميع هذه الحروف بدروس مستقلة لكن لنوضح الأمور سريعا دورش تأتي بمعنى من خلال مثلا لقد قمنا بتسوية الأمور من خلال العقد لنلاحظ هنا دورش إذن بعد حرف النصب مباشرة نلاحظ وجود حالة الأكوزاتيف لماذا؟ لأن في عطخاك تأخذ أداة التعريف للمذكر نلاحظ تشابك الأمور الأمور مرتبطة ببعضها بشكل واضح ومباشر لذلك عليك حفظ كل شيء بشكل مستقل بعد ذلك تقوم بدمجهم هناك أيضا تأتي بمعنى مثلا هذا الهدية لوالدتي نلاحظ مباشرة يتم تصريف الضمير بناء حالة الأكوزاتيف بغض النظر إذا كان هناك تغيير أم لا لكن واجب فهم وإدراك فكرة أن بعد حروف النصب يتم وضع حالة الأكوزاتيف بمعنى ضد مثلا أنا ضد هذا النظام بعد مباشرة يجب أن تكون في حالة الأكوزاتيف وأكد لكم بغض النظر عن التغييرات التغييرات تتم بناء على الجداول التي تم شرحها ببداية الدرس لكن يجب أن تدرك بأن النظر السستيم هي أكوزاتيف لا محالة بمعنى بدون إيش مخي كوخن ووني زكا إيش مخي كوخن ووني زكا أنا أعدو كاكا بدون الزكا هنا نلاحظ زكا هي الأكوزاتيف فيا جيين توم بارتي ووني إيش مخيك فيا جيين توم بارتي ووني إيش مخيك إيش مخيك هي الأكوزاتيف أم وتعني حال دس رسطورانت إست gleich أم دي إيكه إست gleich أم دي إيكه دي إيكه هي الأكوزاتيف بس وتعني حتى مثلا أي حتى يوم الأربعاء وتأتي بالمعنى الضمني نلتقي يوم الأربعاء هناك ملاحظة مهمة بحروف الجر والنصب قد يتبع أحد الحروف بحرف آخر مثلا نلاحظ بأن تسوع سنأخذها بعد قليل هي التأتي مع الداتي ما الذي يعنيها؟ أن الداتي في حالة أخرى حالة مختلفة مثل الأكوزاتيف وهي حالة الجر لتستمي نوتر تم تصريفها بناء على الداتي وليس الأكوزاتيف لأن تسوع أتت بعد بس سيتوضح لكم الأمر بعض قليل عندما نشرح الداتي أي أن عند وجود أكثر من حرف بالجملة نعتمد الحرف الأخير عليك حفظ هذه الحروف بشكل أساسي ومباشر قبل البدء بالداتي هذا الأمر مهم جدا وسأترك لكم أيضا ملخص آخر يحتوي على بعض المعلومات المهمة ستجدوها بخانة المصادر في الكورس المتكامل الآن لنبدأ مباشرة بالداتي لكن قبل ذلك أأمل أن تكون قد تمكنت من النوميناتيف والأكوزاتيف لأن الداتي يعتبر أحد القطاع الصعبة بعض الشيء من هذه الأحجية أعيدكم بأنني سأقوم بتبسيطه بأكبر شكل ممكن لذلك ركز معي أوف جيتس يجب أن تعلم بأن حالة الداتي هي الأكثر تعقيد بين الحالات العربية وهي القطاع الأصعب ليس كثيرا لكنها تحتاج إلى التركيز عالي لذلك أؤكد لك يجب أن تكون على معرفة وإطلاع بكل شيء تم ذكره بهذا الفيديو بعد ذلك عليك الإكمال بحالة الداتي أعيدكم بأنني سأقوم بتفصيل كل شيء بأبسط شكل ممكن حالة الداتي هي أشبه للتعبير عن أنك مثلا تريد أن تقول قمت بفعل شيء لأجل شخص كيف تطلب من شخص أن يقوم بالقيام بأمر معين عادة يكون الداتي في عبارة عن جزء من شيء أو جملة معينة سأوضح لكم الأمر بكل بساطة الداتيف تعتبر أحد الركاز الأساسية بالحوارات وفهم الداتيف يساعدك بشكل كبير على التحدث بحرية أكبر لذلك ركز جيدا كما عودناكم لنبدأ مباشرة بالتغييرات التي تجري على أدوات التعريف والتنكير بداية قلنا لكم بأن نوميناتي في الحالة الأساسية ألقي نظرة برأيك ما الذي تغير؟ إذن أداة التعريف أصبحت وآداة التنكير أصبحت بحالة المذكر بينما بحالة المؤنث أصبحت أداة التعريف وأداة التنكير وبحالة الحيادي أصبحت أداة التعريف وآداة التنكير والجمع أصبح ونلاحظ بعض التغييرات الأخرى أي بشكل أبسط دعني أخبركم بأن كل شيء قد تغير وهذا الأمر ما يجعل حالة الدعتيف تكون مشكلة أو صعبة بعض الشيء بالنسبة لبعض متعلمين اللغة أو صدقا لمعظمهم أنصحكم بداية بأن تقوموا بحفظ كل شيء بشكل منظم كما رأيتم بهذا الدرس قمنا بشرح النوميناتيف بعد ذلك أكوزاتيف والآن الدعتيف لذلك أن تقوم بالمتابعة والدراسة بشكل منظم هو أمر أساسي ومهم جدا ومحوري هناك أيضا ملاحظة مهمة جدا بحالة الجمع يجب أن تدرك عند التعامل مع الداتيف بحالة الجمع يتم إضافة حرف أن للإسم مالذي يعني مثلا نلاحظ بأن أداة الجمع هي الدن لنأخذ مثال ستصبح نلاحظ إنه اسم مؤنث لكن هو في حالة الداتيف بعد قليل سنشرح كيف يمكنك تحديد حالة الداتيف وما هي التغييرات على الأمور الأخرى لكن أؤكد لك أهمية المتابعة بشكل متسلسل لبناء المنهجية بأسهل وأبسط شكل ممكن إعافيات من دم آتو إعافيات من دم آتو نلاحظ آتو دم آتو هي الداتيف دس آتو حيادية بالأساس لكن بما أنها داتيف أصبحت دم آتو مثال آخر وهو نركز جيدا لأننا سنأخذ مثال عن حالة الجمع دياليرا جب دن شولا غن هاوس اف قابرن دياليرا جب دن شولا غن هاوس اف قابرن نلاحظ دن شولا هي الجمع بحالة الداتيف إذن دي أصبحت دين ونلاحظ الآن في نهاية كلمة شولا ماذا عن ضمائر الملكية بحالة الداتيف نلاحظ الجدول التالي هذه هي التغييرات بشكل مباشر على ضمائر الملكية بحالة الداتيف نلاحظ بأن هناك تشابهات كبيرة بين التغييرات الأساسية على ضمائر الملكية وتغييرات الأساسية على عدوات التعريف بحد ذاتها ما الذي يعني مثلا ركز جيدا إيش جيب اس مينا متا إيش جيب اس مينا متا نلاحظ متا أي مؤنث دي متا بما أنها في حالة الداتيف تصبح مينا مينا مثال آخر بما أنها بحالة الداتيف ستصبح مينا مينا لأنها جمع نلاحظ أيضا وجود الأن بنهاية الكلمة لأنها جمع ماذا عن الضمائر الشخصية لنرى الجدول التالي هذه هي التغييرات التي تحصل على الضمائر الشخصية بحالة الداتيف عليك حفظها بشكل مباشر وتذكر بالنسبة للداتيف المذكر سينتهي بم أي دم إيم آينم داينم زاينم حاول أن تقوم بربط بعض الأمور التي تراها لتسهيل عملية الحفظ بينما الأمور المؤنثة بحالة الداتيف ستنتهي بآر مثلا دا يا عينا ماينا أو يعر آملوا أن يكون هذا التوضيح مفيد بالنسبة لكم دائما تذكر لغة ألمانية غالبا تكون منطقية فقط قم بربط الأمور وأحفظها بشكل متسلسل بعض الأمثلة هل ستأتي معي؟ هي الداتيف لا يمكنك أن تقول هل ستأتي أنا؟ يجب أن تقول معي معي أنا وهذا الأمر يكون أسهل على متحدثين اللغة العربية لأن اللغة العربية بالأساس تحتوي على العديد من الأمور لكن على سبيل المثال بالنسبة لمتحدثين اللغة الإنجليزية فسيكون الأمر أصعب بكثير مثال آخر أنا ذهب إليهم نلاحظ إينا هي الداتيف لزي أي زيهم للجمع الآن لنتحدث قليلا عن استخدام الداتيف متى نستخدم الداتيف؟ هذه هي اللحظة التي تنتظرها يجب أن تدرك بأن الداتيف هو أيضا عبارة عن شيء يتأثر من الفعل أي هو مفعول به لكن ليس كحال الأكوزاتيف فهو ليس مفعول به مباشر لنوضح الأمر أكثر نلاحظونا بشكل مباشر الفاعل أين هو المفعول به المباشر؟ بكل بساطة هو دين بال دين بال إذن الكرة هي الشيء الذي يعطى هي المفعول به المباشر في هذه الجملة بينما الطفل هو مفعول به أيضا بأنه يأخذ الكرة أي الكرة تعطى له لكن ليس بشكل مباشر أي هو يتأثر بهذه الجملة من هذا الفعل لكن ليس بشكل مباشر المفعول به المباشر هو دين بال هناك أيضا أمر مهم السؤال الذي يأتي مع الداتيف هو ذيم لنأخذ مثال آخر ونوضح الأمر بكل بساطة إذا أردت أن تستخدم سؤال الداتف ستقول أي أنا أريه لمن إذن لمن أريه؟ أريه لكلبي إذن عزائي ماينم هوند هو الداتف بهذه الجملة ماذا عن الأفعال مع الداتف؟ هل هناك أفعال تأتي مع الداتف؟ بالطبع هناك أفعال تأتي مع الداتف وتعتبر أقل فمعظم تعلمي اللغة الأمانية يفضلون حفظ الأفعال التي تأتي مع الداتف ويقومون بحلها وما تبقى يعتبرونه أكوزاتيف كالعادة سأترك لكم بمصادر هذه الدورة الخاصة أهم الأفعال التي تأتي مع الداتف والآن لنلقي نظرة سوية عن أهم الأفعال مع الداتف فعترون أن تفق فعترون فيع كنن دممان نشت فعترون فيع كنن دممان نشت فعترون دممان هي الداتف دانكن أن تشكر دانكن يجب علينا أن نشكر مدرسنا إذن وبالطبع يمكنك تفقد أهم الأفعال في المصادر الآن لنتحدث قليلا عن الحروف التي عندما تأتي يمكنك أن تميز الجملة بحالة الداتف وأكد لكم الأمر بسيط جدا فقط يحتوي على تفاصيل كثيرة عليك أن تبدأ بحفظها وإدراكها بشكل منفصل وبعد ذلك تقوم بتجميعها سوية دعونا نلقي نظرة على بعض الحروف ونطرح بعض الأمثلة وللتأكيد قمنا بشرح كل ذلك بفيديو مستقل نحن فقط نحاول أن نقوم بتجميع الأمور لكي نركب قطع الأحجية بشكل مبسط بهذا الدرس هي تأخذ الزبدة من الثلاجة نلاحظ بوجود أوس نعلم بأن هناك داتف والداتف بشكل مباشر هو دم كل شخص دم كل شخص نلاحظ نلاحظ هنالك ملاحظة مهمة ركز زيداً بايم هي اختصار بايم بلوس دم إذن بايم بلوس دم تصبح بايم ركز زيداً هناك العديد من الاختصارات وأؤكد لك قمت بشرح كل التفاصيل في الدرس الخاص إعجيت مت زينم هند شباتسين إعجيت مت زينم هند شباتسين نلاحظ مت إذن زينم هند شباتسين وبالختام هناك ملاحظة مهمة يجب أن تدرك بأن هناك بعض الحروف وبعض الأفعال تأتي مع العكوزة والداتف وهناك حالات وأمور مختلفة لا أستطيع تغطيتها بهذا الدرس فأشعر بأنه أصبح طويل جداً عليكم أأمل منكم أن تقوموا باستجمع كل المعلومات الموجودة بهذا الدرس فإذا استطعتم أن تفهموها أؤكد لكم سيتقدم مستواكم بشكل رائع جداً بقواعد اللغة الألمانية حتى بالفهم والإدراك والمحادثة وأكتبوا لي بالتعليقات إذا أردتم أن أقوم باستكمال المواضيع المتقدمة الأخرى بشكل مجاني لأنها بالفعل موجودة وسيتم العلان عنها بالكورسات القادمة أتمنى لكم التوفيق دمتم بخير موسيقى موسيقى